يجب أن يكون فيها شيء أساسي إتيكيت لا إتيكيت لازم يكون حقيقة في إتيكيت في التعامل إتيكيت في المؤسسات إتيكيت في عالم الرياضة إتيكيت في السفر والسياحة بالفعل بشاري ممكن بعض الناس يعني ممكن يساون بعض الأحيان بعض الأمور اللي ممكن تكون يعني غير لائقة بتواجدهم سواء في المطار أو حتى في الطائرة أو مع الأشخاص المسافرين الآخرين بالتالي هم يكون عارف فعلا أن هذا الفعل أو هذه الحركة اللي سواها ممكن تضايق الآخرين سواء كان في المطار أو على متن الطائرة وما يكون عارف بالفعل شو هي القواعد اللي ممكن تحقق الرفاهية والسعادة للجميع بهدوء وبراحة عمل لذلك دائما نقول إذا ودك أن حد يحترم حريتك وحدودك اللي أساسا ما حد لخص فيها يجب أن تعلم حقيقة كيفية احترام حدود الآخرين كيفية التعامل مع الآخرين إتيكيت وفن التعامل في السفر نحن بحاجة أن نوقف عند اليوم واللي رح يجيبنا على أسئلة كثير يمكن تجول في خاطر الجميع لذلك اسمحونا أن نحن نرحب بالأستاذ وائل بخاتي وهو خبير إتيكيت للوقوف عند هذا الموضوع بشكل مفصل يسعد صباحي كذلك أستاذ صباح الخير نورنا حياك الله نورتنا حياك الله يعني حقيقة نحن بحاجة للأتيكيت في كل أمور حياتنا لكن يمكن شوي ينتوه عن أتيكيت السفر تعال يا ماما تعال يا بابا حملين الأعر حقيقة نحن بحاجة أن نتعلم إتيكيت السفر لو تطينا في البداية هل هو مهم أن نتعلم أهمية إتيكيت السفر وما هي هذه الأهمية أين تكمن تمام هو طبعا الإتيكيت بشكل عام مهم جدا في أي حد السفر بالذات موضوع بها مختلف شوية لأننا نراحيين بلد مختلفة شوية عن بلدنا صحيح فأما حاجة لازم نعرفها في الأول نعرف الثقافات البلد دي عاملة إزاي الناس ديت العادات والتقاليد شكلها عامل إزاي في بعض الحاجات حتى لما بتشوف مواقف معينة بياخدوها بشكل كوميدي شوية أن ممكن حاجة معينة احنا بنقولها مثلا في بلدنا تليها لها معنى تاني خالص في البلد تانية حاجة معينة ممكن أعملها يقول لها معنى تاني خالص وممكن توصل لمرحلة أنها تبقى لها معنى هجومي كمان فطبعا أهم حاجة من الإتيكيت السفر أن احنا أول حاجة نفهم ثقافة وعدات التقاليد تبقى فيها حاجة هجومية على الناس أنا رايح أبسط أو رايح أشتغل أو رايح لسه أبني مثلا مشوار حياتي في البلد ديت تلاقي الدنيا كلها تدمرت بسبب أن أنا معرفتش أعمل حاجة زي ديت بالتالي أستاذ واقل شو هي الأساسيات اللي لازم نحطها بالل لما نجعد نفكر في قواعد أو إتيكيت السفر؟ القواعد اللي احنا محتاجين نعملها وإحنا بسافرين أن احنا رقم واحد اللي احنا كنا نعمل شوية القواعد الثانية وأنا بطبقها ماينفعش أطبقها بشكل يكون مصطنع يعني إيه بشكل يكون مصطنع يعني ماينفعش أن أنا أعملها عشان أمثل أن أنا بعملها وده مهم جدا جدا أن أخبنا منه وإحنا بنعملها أو أني أنا عايش الدور مثلا أيوة أيوة في بعض الناس بتخش بها مرحلة أنه يعيش الدور لدرجة أنه يتكلم بنفس لهجة البلد اللي هو رايحها وهي طبعا مش لهجته فطبعا بيأي شكله مصطنع جدا ده برضو هيتخب بشكل سلبي عليه هو أنييته صالحة أو أنييته عايز يعمل ده عشان يحسن بالقرب مثلا بالكلام أو حاجة زي كده ولكن للأسف بتقلب الموضوع عليه بيبقى ضده بس في بعض البلدان أستاذ الفاضل يعني إحنا بحاجة أن احنا نتكلم خليني نعطي مثال لندن مثلا أنا بحاجة أني أنا أتكلم نفس اللهجة عشان يفهمني وأفهم هل معناها أني أنا فيك أو مصطنعة أو أفهم بشكل خاطئ إحنا قلنا اللهجة مش اللغة اللغة طبعا دي حاجة مهمة جدا نحن لازم نعرفها عشان نتكلم بيها لكن أنا أتكلم أنه ممكن مثلا نفترض أنا مثلا نفترض جاي مثلا من مصر خلاص رايح مثلا للإمارات مش لازم عشان أتكلم مع حد إمارات يكلمه باللهجة الإماراتية عشان يفهمني تقافة أستاذ ما هو بزبط كده تقافة خلنا أوكي خلاص ماشي لو هي كده ده موضوع تاني بس سعاب بتطلع مصطنعة شوية ممكن عايزة تعملها مثلا بتهريك زي سعاب برضو لما حد يقابلني مثلا في المطار يعرف أنه مصر يقولي زي كباشا مثلا بناخدها بشكل بسيط لكن لما الموضوع يطول ممكن الموضوع يوصل لمرحلة متبقى شيء ممكن تعمل تحبب يعني نفس ما حضرتك الآن ذكرت مثلا لما أنا أروح مثلا جمهورية مصر العربية الله يسعدهم أنتم شعب يعني سعيد جدا دائما في كل الأوقات الحمد لله لما ندخل المطار مثلا أهلا لستهانة منورتي هذه فعليا تعطي عند المسافر ردة فعل جميلة يعني أنت حتى لو كنت معصب غصبا عنك رح تصير لبق غصبا عنك رح تصير كلاس غصبا عنك رح تصير اتيكيت بزبط هو ده لازم يبقى برضو في المقابل بس إحنا عايزين نعمل حاجة مش لازم أنا أكده لما لقدامي يعمل ده يعني أش متوقع لقدامي لما يعملني ده أنا حابقى برد بنفس الطريقة كويس لا إنت لازم تبقى من الأول رايح ونجهز نفسك نعمل على تعامل في الحدود دي لأنه برضو عايزين نقول على الحاجة في الصفر نفسه بيه برضو الإجراءات ممكن تبقى مختلفة بناء على البلاد نهاية الحالة فلازم نبقى عارفينها من قبلها طب لو ما عرفناهش ووجهتنا يبقى لازم برضو نبقى جهزين أنهنا نعمل إيه نطا أقلا بسرعة أنت عارفش ما هو المشكلة؟ موظفين المطار ليه بس هنا يعني في بعض الناس يمكن ما عندها طولة بالي ما عندها صبر يمكن سملة عليهم معهم عشر أطفال أو خمس أطفال أو سبع أطفال وعملية إجراءات أو تخليص إجراءات السفر قد تأخذ مثلا وقت كبير يعني خليل ده عارف أو ما دخل المطار أو موظف المطار فبالتالي كيف ممكن نتعامل أو ما هو إتيكاة التعامل مع موظف المطار لتخليص إجراءاتنا ثاني هنرجع ثاني موظف المطار هو بيمثل ثقافة المكان اللي هو فيه على فاكرة ممكن يكون حد مثلا أي أن كان الموظف ده موجود مكانه فين في المطار ممكن يكون جنسيته من جنسيت البلد أو ممكن تكون جنسية تانية صحيح بس في جميع الأحوال هو بيمثل ثقافة البلد دي رقم اثنين عنده شوية قواعد وقصص لازم يمشي عليها وقانون فإحنا لازم الحاجات دي كلها نمشي عليها ونمعملها بطريقة اللي هما عايزينها موظف هو بالزبط يطبق القانون بالزبط كده فهو لو قال لي حاجة مثلا خلاص نمشي أنا عارف أيوا بالزبط أنا عندي مشاكل وجاي معايا زي ما حريكي قلت كده أطفال كتير وشنط كتير الشنط على فكرة أسوأ من الأطفال أيوا ممكن تضيع بالزبط كده خصنا في حالة العودة يعني هنروح بشنطتين نرجع بعشرين ده حقيق وغير كده كمان بعض المطارات ما شاء الله بتبقى حجمها كبير جدا بتلاقيك ماشي مسافة طويلة وتركب مثلا مترو عشان تروح للمكان فطبعا المسافر بيجهد فلما بيجي له بقى موقف زي ده غصب عنه بتلاقيه خلاص انفجر لا لا هو كفاية بقى على يد ضغط ده كيف يكتم فهو لازم أنه يفصل يعني ايه يفصل هو الموظف ده مالوش دعو بالعصال صحي يمشي الإجراءات الموجودة عنده هو عايز يمشي الإجراءات مش أكتر من كده والمساحة اللي انت شايفها أو الحاجة دي ما هو ده في الآخر اللي راحتك لو المطار ده كان أصغر كنت انت هتبقى مدينة بالتالي افهم الموضوع كويس افهم ان الشخص ده ما لهش علاقة وهو بيطبق اللي هو عايزه انت لو ما كانه هتعمل بالزبط اللي هو عمله هو بيكلامك بطريقة كويسة فانتعمل عليك وخلاص بعد ما نخلص من المطار نتوجه للطيارة بعض المشاكل لو بعض الأمور استاذ وائل ممكن تحدث في الطيارة مثل شخص بعد ما حجز حاب ان يغير المقعد كيف ممكن يعني يتم هذا الأمر بدون إحداث مشاكل بيننا وبين المسافرين الآخرين تمام دي من القطر حاجات المشهورة جدا المشكلة الأساسية اللي عند بعض الناس بيبقى رايح عنده توقع ان أنا حرضة ان أنا أقوم مع العلم ان في بعض الأشخاص وانا واحد من الناس دي قبل المسافر اللي لازم يكون متأكد من المكان اللي أنا بحب أقعد فيه بيبقى مكان معين ليه مميزات تخصني أنا تمام فطبيعي لما حد يطلب بني حاجة زي دي مش حاب موافق تمام فطبيعي جدا أنا بقول له معلش أنا آسف مش هينفع أتحرك من هنا طيب لو كان الشخص دوت عنده ظروف خاصة مثلا كبير في السن مثلا ولا حاجة سيدة مثلا حد عايز يكون قريب من أسرته أكيد أنا شخصيا حتى لو ده يبقى عكس رحتي حقوم طبعا وأعد لكن في بعض الناس تبقى عايزة تبقى هي تقعد في المكان ده عشان عاجبها وعايز المكان ده تمام طبما أنا كان مشكلتك في الأول أن أنا برضو كنت عايز المكان ده فنازم الانتين يتفهموا الحمد لله نحن سيدات عشان أنتم دائما تقومون عشان يطول الأولوية عشان عشان أنتم دائما تقومون وتقعدون بس في طرق أخرى قد يتبعها المسافرين أستاذ وائل يعني منها أنا صراحة أتبعها لما تق في حال إقلاع الطائرة أقوم أسوي عرف لفة في الطيارة فأشوف وين في أماكن ما فيها حد الموظيف مثلا ممكن يقول لي أن أنا آسف مثلا ما أقدر أقعد حد الحين خلينا مثلا نقلع بعدين نتصر أدور المكان الفاضي وأروح أقعد تمام هل تعتبر هذه الأمور من إتكيت السفر ولا هل يحق لي أنك مسافر بعد إقلاع الطائرة وجلوس كل المسافرين في أماكنهم اللي هم اختاروها واختار المكان اللي ريحني أني أنا خرجت عن إتكيت اختيار مقعد طائرة طيب أننا نغير المكان ما فيهاش مشكلة خالص بس هنغيره إزاي هو ده الموضوع يعني حركنا موقع أنت أنا حقوم أشوف المكان الفاضي وأقعد لا لو عايزين نعمل ده لازم نقول المضيفة أو المضيف ليه لأن أريدي كده كده اسم حضرتك بالكرسي ده برقمه بييجي معين جبل ما تقلع أصلا بالضبط ويبدأي يدور عليكي أن الكرسي ده كان فيه فلان قاعد عليه فهو راح فين مش لقينه على الأكل راح أرجع أرجع أكل أرجع أكل أرجع أكل لا فهو أنهنا نقول لهم وهم يعني بصراحة بيعون تعونين جدا وهو أعرف برضو أنه ممكن يكون المكان الفاضي ده ممكن يكون الشخص اللي كان موجود ده دخل الحمام مثلا صحيح ويرجع أو بيرجع تاني لازم أن تقدر مهنتهم لأنهم فعليا يتعبون هم مرغوطين جدا المشكلة بأن أنا ممكن أقوم وارجع أشو المكان ده وتوعد وبعد أنك تشف النوع بتاع حد فأقوم وارجع ما لاقيش الكرسي بتاعي فراحت كلا فدي المشكلة هذا بما يخص الأماكن لو بنتكلم أستاذ وائل عن المساحة المحددة يعني فيه ناس وهي قاعدة تمشي بالجنطة في الممر ممكن وتراعي الآخرين الموجودين سواء الشخص اللي جدامها أو وراها أو اللي قاعدين على الكراسي أو المقاعد الموجودة في الطائرة كيف نراعي هذه الحدود وهذه المسافات أو المساحات المحدودة لنا في الطائرة تمام طبعا أشهر حاجة أن أنا بقدر أرجع المقض اللي أنا قاعد عليه عشان أرتاح شوية أو أبقى نايم أو أعمل اللي أنا أعيس طبعا أول حاجة لازم أخب بالي هل في حد قاعد وراي أصلا رقم اتنين نخب بالنا من حاجات صغيرة مثلا حجم الشخص القاعد وراي عامل إزاي تمام وممكن كل حجم الشخص الدور ما سيكون حجمه كبير شوية طب أنا كيف راح عرف أصلا بص بص المتصحة وانا خلاص خدتها الكرسي خدتها ما هو ده للأسف لو حصل ده مش لازم أنا حريك قلتي حاجة جميلة جدا قبل ما أدخل قلتي أن حدود راحتك متحددة بحدود راحت الأدامي أكيد فطبعا الشخص الأدامي ده خلاص هو حجمه كبير لو أنا رجعت ما هو ده هيدغط عليه طبعا أي إن كان حتى ميكانيزم الكرسي هيبقى بداي الشخص الأدامي فأنا كده بداي حريته عشان حريتي بديم تقاشل أزيزة تانية حاجة لازم أستأذن هل في مشكلة آه طيب وأنا برجع الكرس ده بيقى لي مستويات وأنا برجع بنيم ضهر الكرسي فالناس أخب بيني وأنا برجع لو فيه تاني أستأذن هل ممكن أرجع كمان أو لا ما تنسلتش مرة واحدة على الشخص لأنه ممكن يكون هو فاتح الطاولة أو الترابيز اللي هي في الكرسي يكون بيشرب حاجة فتتدلق عليه أنا أخب بيننا من تفاصيل سفيرة كده ممكن تعكن السفرية بالكل وتخرب على الباطج هي دي من نوت هي دي من نوت شرايك نقف عن بعض التفاصيل الممكن تعكن السفرية أيها في بعض الناس لما تسافر في الطيارة تبحث عن الهدوء طبيا أنا رايحة ريلاكسيشن طبيا وفي ناس ما تسكت وهي تتكلم طبيا وما توصف وقد أفتلي بمكان خلفي أطفال اللي يصرخ اللي يبكي اللي مش عارف وأذكر مرة في أحد الرحلات أنا جمت للأم تلعطيني خلينا نرتاح في الطيارة تعرفوا ترتاحوا يعني طيب هنا كيف ممكن يتم التعامل مع كل هذه الأمور أنت عارف أنها تصير في الطيارة طبيعي النقطة هنا في حاجات نقدر نتحكم فيها وفي حاجات لا مثلا طفل رضيع أو وطيفر مجرد ما هو تحرك الضغط ده بيخده أكيد أنه فيه تغييرات ضغط على الأذن يكون عالي طبعا دي بيدي حاجة بدايئة نحن ككبار فهو بالنسبة له دي حاجة تخده فبالتالي بيبتدي يبكي طبيعي أنه بعد شوية إن شاء الله هتقدر الأم أو الأب أنهم يعملوا كنترول عن مواقف هذا ولكن المواقف الثانية اللي هي زي اتنين بيتكلموا حاجات زي كده أنت خلي الموضوع في إطارك إنت في إطارك يعني مثلا أنا جنب حد عايز أتكلم معي اتكلم معي لنسمعنا إيه الحوار ده اللي بيحصل تمام طيب لو الموضوع زاد عن حد شوية ممكن إحنا نكلم الشخص بأدب ونقول أنا حساسة حاجة بس إننا إيه التعبان ومحتاجنا ننام حساسة حاجة بس لو إيه نخفض بس نخفض بس نخاف من ردة النقطة أي الخوف من ردة فعل المستقيم ممكن ما هو ده النقطة وإحنا وإحنا عايزين نغش أدب وإحترام خلينا نقول خلينا متفاعلين إنه هو هيعمل لو ما حصلش أو هيتقبلها آه لو ما حصلش دي حريته وهو كده خلاص شيء جاهل بعد الناس ممكن ما يهتمش براحة الآخرين أنا شو أتصرف لو هو ماهتم خلاص حضطر إن أنا أرجع أو أطلب نقلي مكان تاني آه أوك شوما ما تكبر المشكلة أو ما تصير مشكلة إحنا عادي لو هو عنده المشكلة إحنا ما عندناش المشكلة هذا بما يخص نقول الأحاديث أو الناس اللي حبها بتطالع موفي بتطالع فيلم أو بتطالع الشاشات الموجودة جدامها في بعض الناس تحب تنام لين ما توصل خاصة لو كانت الرحلة ما يقارب أربعة أو ستة أو سبع ساعات كيف ممكن ينام بدون ما يسبب أيضا يمكن نقول ضيق المكان للآخرين أو الإزعاجة أخينا في ناس على طول تنام بترد الكرسي وما بتراعي إنه فيه أشخاص وراها ردد الكرسي زائد حاجة تانية كمان ساعات بعض الناس لما بيكون بساعات بعض الطيران بيقى فيها ثلاث كراسي صح أو أربعة تمام فممكن يكون هو قاعد على الكرسي والمقعد الأخير فيه حد قاعد عليه اللي في النص فاضي يروح رافع المسند ويبتدي ينام شخصيا بالعرض تمام أنت بتتكلم عننا شك لك يا سبعي ولاشي الموضوع أتوقع نص الشعب هذا اللي بقول عليه فده اللي خبنا إن أنا ممكن الشخص دوات ما بيبقاش ممسوط من حاجة زي دي في بعض الناس على فكرة في حاجة اسمها الحدود بتاعة راحتي لا تتخطى حدود الأخير بيبقى ليها زي علميا بيقاليها زي طاقة تمام الطاقة دي ما بتشافش تمام لما أنت بتدخل المظاير بتاع الطاقة دوات إيه اللي بيحصل له الشخص يبتري يبعد أعرف حدك لما يجي لك حد ما تعرفوش يقرب منك إيه صح تليك أنت بعيدتي زي المغناطيس كده ولو حد تاني تعرفيه كويس جدا دخل نفس المنطقة دي بتعمل إيه ما تتحركيش يبقى هو استقبالي للشخص اللي قدامي دوات ده حاجة مهمة جدا فأنا ممكن لما أعمل دوات ما يبقاش حاجة برضه لطيفة فأهم حاجة عندنا إننا نستأزل ده رقم واحد نفس ما قلت قبل شوي احترام لتحترم حدودك احترم دائما حدود الآخرين طيب إحنا فصلنا كل شي في الطيارة الآن رح ننزل هبوط طبيعي طيب وصلنا طبيعي وصلنا إلى أرض المجيرة بالتالي يجب أن يكون عملية الهبوط من الطيارة بشكل مطلوب بإيتيكات وفن وذوق في بعض الناس يمكن تتسابق إلى البوابة توقف قبل ما نهبط أصلا فك السيت بيلت قبل ما الطيارة توصل للمدرج بالشكل الصحيح والمطلوب يعني يمكن ينسون أن هذا كله موجود لأمانهم وسلامتهم ما هي طرق الهبوط إحنا ما ندعو في الهبوط طيارة هبط وإحنا ننزل طريقة النزول بالشكل الصحيح وبيتيكات وفن دون إزعاج الآخرين تمام أشهر حركة طبعا بنشوفها كلنا طبعا لو زي ما حريك قالت كده أول ما الطيارة بتلمس الأرض قبل ما يتقل أي حاجة تلاقي الحزام كلنا بنعمل أيوة والشخص قام وفتح وبينزل الشنطة إيه اللي بيحصل بقى التجارة بتحرك إلا إيه اللي بيحصل قول ما تفتح هتلاقي الشنطة بتقع وبتحصل كتير جدا أي صح إنه بتقع تلاقي وقعت الشنطة على ناس ودي مشكلة كبيرة لأن الشنطة دي تقيلة لو نزت على بماغ حد ممكن تعمله ارتجاج على فكرة بالتالي أهم حاجة لما يحصل موقف زي داي إنه نعمل إيه نستنى لحد ما تقلتها في خالص وهم هايقول لنا الموضوع كام خمس دقيق مثلا مش مهم إن شاء الله ربعين كله يبقى كويس بس عشان سلامتك أنت شخصيا والناس اللي حواليك ده برضو حاجة مهمة وبرضو إيتيكيت السفر استنى شوية الخمس دقيق هما هايقول لك يلا أنت تروح قايم بالراحة أهم حاجة بقى عندك في الموضوع دوت عشان برضو الهبوط تمام شنطيتك أنت حدتها فين بعض الناس اللي الأسف بتبقى قاعدة في مكان حط الشنطر بتاعتها في مكان تاني خالص صح بعيد عنها وبيحصل تعطيل في حتى زي دي فلازم ناخد بالنا من موقف زي دا مهم جدا لما ننزل بقى تحت بقى وإحنا رايحين ناحية مثلا الجوازات أو حاجة زي كده مايبقاش في موضوع الصراع والسباء اللي احنا عنا عليه من شو على الطابور كله هيخلص كله هيخلص يا رب تكون رحلتنا سعيدة اليوم وحبطنا في إمارة الفجيرة بكل صحة وسلامة أستاذ وائل احنا جدا سعيدين بوجودك معنا وإن شاء الله الرحلة تكون ممتعة ممتعة جدا أكيد نتمنى لك أنك تعود دائما وتنور طائرة صباح الخير يا وقن شكرا جزيلا لك أستاذ وائل مخاطي على كل المعلومات الجميلة وأسلوبك جدا محبب والقريب لالقلب تعطيك العظيم شكرا لك شكرا لك طبعا المشاهدين ما زالت رحلتنا مستمرة وعندنا الكثير من المحطات اللي رح نسوي فيها ترانزيت ولكن بعد هذا الفاصل خلكم قريب